مسألة هل النفخات إثناثان أم ثلاث الصحيح من أقوال أهل العلم يعني اختلف أهل العلم منهم من قال بأنهما إثناثان ومنهم من قال ثلاث والصحيح أنهما أنها ثلاث كما رجحه ابن كثير وابن تيمية وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى وهي نفخة الفزع وتليها نفخة الصعق ثم آخرا نفخة البعث والقيام يعني نفخة الفزع مذكورة في صورة النبل فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخة الصعق قال فيها ربنا عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذه الآية جمعت بينه نفخة الصعق ونفخة البعث والنشور وكذلك في صورة النازعات الجمع بينهما قال ربنا عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أي تتزلزل الأرض وتتحرك تحركا شديدا وتضطارب اضطرابا عظيما يعني في ذلك اليوم تختلط الأمور وفي ذلك اليوم يصعق من في السماوات ومن في الأرض فيموت كل حي على وجه الأرض ثم قال بعدها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية بعد أربعين يعني يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوم قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهر قال أبيت يبلى يومئذ كل إنسان ويبقى منه عجب ذنبه فيه يتكون الخلق يعني هذا عجب الذنب لا يفنى ولا يبيت يعني من الأمور التي تبقى أبدا التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى يعني فهناك أمور لا تفنى ولا تبيت لأن الله عز وجل شاء ذلك وأراد بقيت بإبقاء الله لها لم تبقى بنفسها وبذاتها ولكن لإبقاء الله لها منها الجنة والنار واللوح المحفوظ والقلم وعجب الذنب وهكذا يعني وأمور أخرى يعني نظمها السيطي رحمه الله تعالى في أبيات وغيره وجمعها بعضهم إذن قلنا بأن ربنا عز وجل جمع بين النفختين في هذه الآية يوم ترجف الراجفة تسبعها الرادفة الرادفة أي التي تأتي عقبها وبعدها ومنه جاء فلان ردف فلان أي جاء بعده على أعقابه جاء بعده على أعقابه ومنه الرديف الراكب خلف الراكب كما جاء في الصحيحين من حديثي معاد رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وتنقولها بالدرجة ردفت مردفين يعني هي عربية يعني رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أي راكبون خلفه بعده عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر